لما بخسل سناني بالمعجون بتنزف دم كتير جدا يعني بتوجعني قوي اللستة بتوجعني جدا الدم بينزل كتير وانا ما بقاش عارفة طب اعمل ايه وفي نفس الوقت عايز احافز على سناني عايز اخسلها يعني مش عارفة بقى ايه الحل هو النزيف دوت ايه فيه ناس بيقولوا ان هو بيقصر عن اللستة يعني انا سألت دكتور فقال ان هو بيقصر على اللستة بتاعت السنان فانا ما بقاش عارفة طب من ايه اهلا بيكم السؤال ده مهم وانجاوب عليه كمين شوية لما ندخل الحلق لانه سؤال احترافي لازم دكتور سنان هو اللي يجاوبه لكن خليني اقول لكم انه انا طبعا من الناس اللي بتحب جدا كريستين ورونالدو انا بشجع ريال مدريد وكل ما الناس حابنا عارفين انها مشجع يعني متعصب للريال مدريد لكن خليني انا بحكي لكم وطبع ايام ما كان كريستين وبرعف في الريال كنت بشجع ولما راح في اي حتة تانية بشجعه في الحتة تانية اللي بيروح فيها لكن هو له خصة مع الاسنان كريستين ورونالدو من الناس اللي استفتت جدا من عالم تجميل الاسنان من عالم الاسنان العموم الراجل كان في حتة وبقى في حتة تانية خلص في سنانه يعني لو شفنا صورته قبل ما سنانه تبوز قبل ما يصابت سنانه لأ ما كانش ده يتخيل ان ده كريستين وبعدين السنان وبتاعته كان بمديان طباع للناس لما تشوفوا ان هو هيتخانق يعني فيه خناء لا ده فيه سنان غير كده كمان طبعا دلوقتي لا الموضوع مختلف تماما تماما اه يعني هنا هنا تحس ان هو ايه مش كريستينو شوفوا تخياله انه هنا 37 الشمال دي الشمال دي ستة وتلاتين سنة اللي على اليمين يعني السورة الصغيرة اللي فيها سنان بايزة دي ودي على فكرة يعني كان معدل شوية في سنانه ده فيه واحدة فيه سورة ما كانش بقى راح لأي دكتور سنان خالص خالص خليه الناف دي ماشي ده كده عامل تقويم اه لكن قبل التقويم بقى كانت الدنيا بايزة تماما شوفوا الفرق ازاي شوفوا الفرق شوفوا الفرق واحد يقولي ده 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 الصورة وهو كبير احلم انه هو صغير يعني انت خياله هو وهو عنده ستة وتلاتين افضل شكلا منه هو عنده اتنين وعشرين الفرق الاسنان ياه مش بس هو على فكرة ده فيه العيلة كلها يبدو انه عندها مشاكل في السنان هو منع والدته قال لها هو بيحب والدته جدا وديه من الحاجات اللي انا بيحبها فيه انه خلى والدته لاحظ انها بتنفعل جدا في المشاط وبتكز على سنانها جامد لدرجة انها يعني اضرت بأسنانها مرة في مباراله فقال لها لا انت ما تحضريش بقى المش جوه المش عود يتفرج على المش في البيت عشان ما تنفعليش قوي لانه الفرجة في المباريات شوف تخيلوا الانفعال بتاع الناس تكز على سنانها قد ايه والدته البرتغاليين عموما نرفوهم هم زينا كده زي المصريين عصبيين وبتاعوا بتنرفزوا بتعصبوا بيواجهوا بشكل قوي جدا فشوفوا بقى صورة جميلة طبعا لكن شوف الانفعال يا اسرع اسنان شوف الاسنان غيرت شكل الانسان ازاي ده عالم السحر بتاع طب الاسنان النهاردة هنستمتع بهذا العالم هنعيش جزء مهم جدا من الدكتور في عالم طب الاسنان العالم المسير صاحب الشعبية الكبيرة جدا مع واحد من نجوم هذا المجال صاحب الشعبية المتميزة للغاية وحضور علمي راقي جدا ضيف العزيز هو نهاردة دكتور محمد سامح الحديدي اخصائي زراعة وتجميل الاسنان هيكون في الدكتور خلينا متفقين ان الانسان يتقبل اي عيب في الانسان اللي قدامه ويحبه ممكن يعني ايه مفيش حاجة يسمعه عيوب كل شيء يراه البعض عيبا يراه الآخرون جمالا لكن كل الناس بلا استثناء لا تختلف على انه لازم الاسنان تبع حلوة تجميل الاسنان ده يعني مش شيء تقليدي او شيء اوبشن وتجميل الاسنان مش علشان الناس تكون فاهمة بس تجميل الاسنان مش حاجة بيضة بحطها على اسنان وخلاص مثلا حالة زي كده شكلها مش لطيف شكلها مش حل بس هي مش مضطرة تعمل اسنانها بس علشان شكلها مش حل لان فيه ناس كتير زي ما حضرك قلت ممكن مايفرقش معاها الشكل قوي انما الاسنان مهمة جدا شكل قوي وكمان وظيفة لان هي شكلها مش حلو لان هي مش في البيض المزبوط بتاعها ممكن يكون عندي مشكلة في البق كله فلماوس مثلا فهنضطر نعمله زراعة وبالشكل ده هنقدي ليه شكل حلو فهنعمل تجميل اسنان بزراعة الاسنان الناس يعني حكاية الفينير والكراون سعب بتتكلم عنهم كأنها اخناقة لأ انا هعمل الفينير لأ مش عايزة عمي الكراون لأ انا الكراون حتى اصبح الناس دلوقتي عامل اخناقة فيه ان احنا نعمل ريداكشن كام في التحضير قد ايه يعني نعمل بريبلس بريباريشن ولا نعمل بريبل في الحقيقة الموضوع ده مهم جدا على حسب حالة السن فيه تخصصات الحقيقة كبيرة جدا فيه تجميل الاسنان وهي التركيبات وزراعة الاسنان وجراحات اللاسة ممكن تقدي الى نتيجة كويسة جدا فيه الاسنان اللي انا نفسي اقوله بقى في الاخر انه في كل فروع الطب ملاش الدعاية اللي بتخل بقيمة العمل الطب ملاش الدعاية اللي بتسخف من جهة الناس الدكتور محمد سامح الحديدي اخصائي زراعة وتجميل الاسنان ماجستير زراعة الاسنان جامعة القاهرة بكالريوس طب وجراحة الاسنان جامعة سيناء مؤسس مراكز رايدنت لزراعة وتجميل الاسنان ضيفة العزيز دكتور محمد سامح الحديدي واحد من وجوم عالم طب الاسنان اهلا بيك يا دكتور محمد اهلا بيك يا دكتور خلينا ابدأ انه كلمة التشخيص لها قيمة كبيرة في عالم طب الاسنان طبعا نقطتين النقطة اللي بين نقطة الجميلة سألتنا فيها بتغسل سنانها بتنزف معنا ده ده التشخيص احنا دلوقتي قدامكم بلين حاجة تانية التكنولوجي خدمتكم جدا في عالم التشخيص طب الاسنان فهتقول لي الكيس وبعدين تحكيه لي عن التكنولوجي احنا عايزين نجاوب الاول على البنت اللي سألت السؤال هو مهم جدا ان احنا نعرف سبب النزيف ايه لان ممكن حاجة تبقى سيستيميك اي سيستيميك ديزيز ممكن يعمل حالة عامة يعني اه عندها قبلين للنزيف اه ممكن حالة سيستيميك يعني حاجة مرضية في جسمها انها يبقى عندها نزيف فانما معظم البيشنت او معظم المريض اللي بيجي اعادة الاسنان بنسبة 98% او 99% بيكون بيشتكي من لذيف اللاسة وهو بيعمل غسيل لاسنانه بسبب تراكمات الجير على الاسنان وفي الحقيقة ان الجير طول ما هو موجود على الاسنان هنغسل سناننا هينزل دم كتير او هينزف كتير ممكن يفضل نص ساعة ينزل بعد غسيل الاسنان او ينزل دم في بقه بعد الغسيل بنص ساعة كمان دي معظم الكيسز بتكون بسبب تراكمات الجير لان الجير طول ما هو موجود على الاسنان بيعمل نزيف في اللاسة وبيخلي اللاسة تبدأ تنحسر وتنزل على مستوى الجدر ويبدأ يعمل نزيف في اللاسة فمحتاجة تزور طبيب الاسنان علشان تعمل تنظيف جير وبعد تنظيف الجير باسبوع تقريبا لما بناخد الادوية والمضمضة اللي بناخدها بعد تنظيف الجير بيقف تماما النزيف وبتبدأ تعمل تفريش لاسنانها بصورة طبيعية من غير اي مشاكل او نزيف مرة تانية عاصيب التكنولوجيا خدمة التشخيص بقا ما فيش تشخيص من غير التكنولوجيا بتالي طبعا احنا في الفترة الاخيرة او في السنوات الاخيرة الطب الاسنان تقدم بصورة كبيرة جدا في العالم كله بسبب دخول التكنولوجيا من الـ X-ray والاشعات في كل المجالات في طب الاسنان احنا علشان نشخص الكيس في طب الاسنان محتاجين ادوات للتشخيص اذا كان اشعة مقطعية وهي الطفرة الكبيرة في طب الاسنان او حتى التشخيص حالات العصب بالماكروسكوب اذا كان فيه فايل مكسور او حاجات متكسرة في حشوات العصب فمحتاجين نشوفه بالاجهزة الحديثة او الحاجات التانية انما معظم التشخيص بيكون بالاشعات المقطعية مع الـ Clinical Diagnosis اللي الدكتور بيعمله فالدكتور بيعمل Clinical Diagnosis كويس بادوات الكشف الحديثة كمان في الـ Lighting System وخلافه وكمان الاشعات المقطعية اللي اصبحت بتأثر بصورة كبيرة جدا على التشخيص اذا كان في مجال زراعة الاسنان او في مجال حشو العصب او حتى في مجال الجراحة في كل المجالات اصبحت الاشعات المقطعية مهمة جدا جدا في التشخيص في عالم طب الاسنان يعني في زراعة الاسنان مثلا احنا محترين نعمل اشعاء مقطعية علشان نشوف اماكن الزراعات اللي هنعملها ونعملها تشخيص بصورة كويسة من حيث كسفت العظم وخلافه في مجال حشو العصب احنا محترين نعمل برضو في حالات معينة نعمل اشعاء مقطعية انا هنا بتكلم بس عن الاشعاء المقطعية وهناخد كل تخصص لوحده واهمية التشخيص بالنسباله انما الاشعات المقطعية والاشعات البنوراما مهمة جدا في التشخيص مهمة جدا كمان في تقويم الاسنان ان احنا نعمل اشعات قبل تقويم الاسنان عشان نعرف المشكلة فين في التقويم اذا كانت من الفك او من السنان مش هنقدر نعمل تشخيص كلينيكا البس لازم كمان اشعات اذا كانت لاترالسفالو او اشعاء مقطعية او اشعاء بنوراما كل الحاجات دي بنحتاجها في ان احنا نحط الحالة على الطريق الصحيح بتاعها من خلال التشخيص لان انا لو عملت الحالة ودخلت على طول في تقويم الاسنان بدون تشخيص مزبوط من خلال الاشعات واياسات على الاشعات اذا كانت مقطعية او لاترالسفالو مضطرين نعمل تشخيص دقيق وحسابات دقيقة على الاشعات علشان نشوف الحالة فين ونقدر نعالجها ازاي مش هقدر عالجها اذا كان ما عملت لهاش اشعات مزبوطة او اشع مقطعية او لاترالسفالو والحاجات الجديدة في طب الاسنان هبدأ بالحتة بتاعت العصب العصب يعني الم العصب يعني طوارئ العصب يعني اكتر واحد من اكتر برانشات احتياجا ان التكنولوجيا يتخدمها في الحقيقة ان حشو العصب مهم جدا وخصوصا الاكيوت بالبيتس الاكيوت بالبيتس قلم العصب الحاد ناس كتير جدا بتيجي بحشو عصب وخصوصا الاكيوت بالبيتس ممكن يدي ريفيرت بين يعني ايه ريفيرت بين يعني انا حس بواجع في مكان ومسمع في بوق كله يعني انا مثلا عندي واجع في الدرس الاخير تحت وحاسس بصداع فيه الجنب كله ومش قادر احدد هو فين الريفيرت بين ده محتاج في الحياة اشعة محتاج كشف دقيق من دكتور الاسنان محتاج دكتور يكون شاطر جدا انه حدد الوجع جاي منين يعني انا عندي حالة هنا في الاكس راي دي محتاجين نعملها الاكس راي بنوراما جاية تشتكي من واجع شديد في الناحية اليمين كلها في واجع في ودنها واجع عصب مع السائع والسخن معظم حشو العصب بيجي يشتكي من السائع وسخن طيب لما نبص كلينيكل ما بنلاقيش تسوس فيه اسنانها من فوق يعني لما جيت بصيت على الحالة من فوق مش شايف اي تسوس خالص وهي بتشتكي من سائع وسخن كلمة سائع وسخن يعني عندنا احنا كاطباء اسنان ان فيه قلم عصب مفتوح بيحس بالمية السائعة وبالمية السخنة لما جيت بصيت في بقها لما نلاحظ الدرس السابع اللي هو القاب الأخير ده من فوق لونه أبيض خالص فهو كلينيكل مش شايف اي كيريس لما شفنا لقينا حتة من درس العقل ظاهر طيب هل درس العقل ده هو اللي ممكن يعمل واجع مع السائع والسخن في الحقيقة ان الكلام لما اسمعه من المريض على حسب اللي احنا بنقوله عشان اشخص من غير اكس ري انا اسمعه هقول المفروض ان درس العصب المدفون ده اللي هو الاخير ده مش ما يوجعش مع السائع والسخن هو هيوجع هيعمل ألم في الفك كله هيعمل ألم في ودني هيعمل ألم ورا ودني هيعمل له صداع انما درس العقل مش هيعمل في الحقيقة واجع مع السائع والسخن فكنا مضطرين نسمع كويس للبيشنت مضطرين نسمع كل كلمة بيقولها كويس في الشكوى بتاعته ومضطرين نعمل اكس ري فالاكس ري وجهتنا هنا ان الدرس التامن ده او درس العقل ضغط على الدرس اللي جنبه ونيجي من الجنب كده مكان السهم اللي موجود ده اللي موجود على السابع في الحقيقة في حتة سودة كده في الاكس ري او راديوليوسنس الراديوليوسنس ده تسوس من تحت جاي من الجدر بسبب ضغط الدرس العقل على الدرس اللي جنبه لحد لما سوس الجدر من تحت وهو ده اللي خلانا نحدد القلم جاي منين من الدرس السابع مش من درس العقل بسبب كلمة وجهنا لها المريض انه بيحس مع السائع والسخن ولما شفنا بالاكس ري شفناها ان هي فعلا في مشكلة في الدرس السابع الكلام ده ما كناش نعرفه بس كلينيكل يعني مقدر ستشوفه بس كلينيكل ممكن اشلها درس العقل وتمشي اللي انا شايفه انه مدفون وبعد لما تمشي يفضل ورع زي ما هو هو في الحقيقة درس العقل هيتشال هو لازم يتشال عشان مدفونه ممكن يعمل مشكلة انما هي في الاخر اللي تشوف كومبليم بتاعها او الوجع اللي هي جاي بيه ما راحش فاحنا لازم نعمل اشعات كويسة بانوراما ممكن البرئيبكال يكون صعب جدا البرئيبكال شغالين عليها من زمان الاشعة اللي بتصور درس درس او المقطعية لازم نعملها او البانوراما عشان تجيب فيو كبير ونقدر نشوف لان البرئيبكال في الحالة اللي زي بتاع الدرس العقل مش هقدر ادخل جوا جامد بالفيلم عشان نصور ففي الحقيقة ان التشخيص مهم جدا في مجال علاج العصب في الحاجات زي كده وكمان مهم جدا ان احنا في الاشياء المقطعية نعرف عدد قنوات العصب قد ايه برضو بيسهل كتير جدا الاشياء المقطعية انا اعرف عدد قنوات العصب في الدرس السادس مثلا اذا كانوا اربع قنوات او ثلاث قنوات ممكن ما شوفهمش بعيني ممكن لازم اشوفهم اما بمايكروسكوب او باشياء مقطعية علشان اقدر انضف كل قنوات العصب ده اللي خلينا اقول انه مهم جدا التكنولوجيا هنا عشان تبين فين الحرام الحقيقي فين نصحب المشكلة انا ممكن وانا بدور على الحرام الحقيقي اللي عامل القلم اللي هو الدرس اللي عامل الاقي حرامي تاني ماشي اه اضرب عصفونا بحاجر ساعتها مفيش مانع بس ما سيبش الحرامي اللي عامل القلم وامسك حرامي تاني اه قاعد يعمل مشكلة في المستعمل التكنولوجيا خدمت الزراعة بقى خدمة كبيرة اوي صح طبعا احنا دلوقتي الاشعاء المقطعية هي الاساس في زراعة الاسنان قبل اي زراعة الاسنان يعني يمكن حشو العصب مش مهم جدا فيه الاشعاء المقطعية زي الزراعة الاسنان الاشعاء المقطعية في حشو العصب احنا ممكن نعملها في حالات الريتريتمنت او حالات اعادة حشو عصب او في حالة مش لاقي القنوات بتاعتها انما في حالة زي كده عايز اعمل زراعة اسنان في الدرس السادس زي كده انا زي ما حدرك شايف الخط الاحمر ده انا بقيس على المقطعية طول بعيدة عن العصب قد ايه العصب مش هيظهر اللي هو الخط الابيض اللي في الاخر الخط الاحمر هو العصب الفك السفلي انا مش هشوفه في الاشعاء البنوراما او في الاشعاء العادية بالدقة دي وكمان ان انا ابعد عن العصب اتنين ميلي زي ما بنقول دايما عن الزرع فشوفنا الطول اللي هو الخط الازرع الخط الازرع يعني لازم بعد الزرع لما تتحط تكون بعيدة كده عن العصب علشان ما تعملش ضغط عليه او تسبب تنميل بعد كده فمهمة جدا الاشعاء المقطعية في زراعة الاسنان قبل زراعة الاسنان وبعد زراعة الاسنان نحن نتطمن ان احنا ماشيين كويس يعني ده قبل زراعة الاسنان لازم اعمل وايس العصب هنا واضح جامد تحته في الناحية التانية مضطر اعمل اشعاء مقطعية علشان ايس كسفت العظم علشان احدد اماكن الزراعات اللي هحطها بالزبط اطول الزراعات قد ايه علشان المرض يطلع بفايدة كبيرة يعني اذا كان المرض يسمح ان احنا نحط له زرعة كبيرة وطويلة هتبقى احسن بكتير ولونج تيرم اكتر من الزراعات القصيرة والساكسيسريت بتاعه هيكون عالي جدا ونحطها في الاماكن المزبوطة اللي من خلال الاشعاء دي هنحط بلانينج كويس للزراعات وكمان بس مش الاشعة اللي بتساعد في التشخيص بتاع الزراعة كمان دخل السوفت ويرز بتاع التركيبات ان احنا نقدر نعمل التركيبات على زراعة الاسنان قبل ما اعمل للمريض زراعة اسنان يعني بمعنى ان انا هادرس الحالة على الاشعة وكمان ادخل الاشعة دي على سوفت ويرز تركيبات واعمل التركيبات على البلانينج اللي انا عملته على الزراعات قبل ما احطي دي فوق المريض اصلا فالتشخيص واخد وقت جدا في تشخيص زراعة الاسنان والبلانينج والخطة العلاجة اللي اعملها هتقدينها لنتيجة كويسة في الاخر ونتيجة بقت سريعة ومضمونة ان انا في الاخر البلان بتاعي ده اعمله كويس احنا دلوقتي فيه كونسبت في زراعة الاسنان ان انا اعمل حاجة اسمها بورستاتيك ديريفن يعني ايه بورستاتيك ديريفن ان انا احط الزرعة في مكان التركيبة المظبوط مش احط الزرعة في العظم في اي مكان في عظم وبعد كده اجي اشوف هركب عليها ازاي ولما احطها في مكان مش مظبوط في عظم بس وبعد كده التركيبة ممكن يكون شكلها وحش فاصبح كونسبت بورستاتيك ديريفن ده مهم جدا ان انا احط التركيبات مع أماكن المزبوطة بتاعت الزرعات في العرب في أفلام الخالي العلمي حلم الناس أنه يجي عربية مثلا تسوق لوحدها أنا أععد كده والعربية توديني يعني إيه خلاص بقى ما فيش حد لا بيسوق ولا جيب سواه ولا أي حاجة من دي خالص ما أصبحت موجود في عربيات بدون زي الطيارة كده لا طيارة ماشي ما العربيات دلوقتي بتسوق وبتركل لوحدها بتركل بس بتسوق على ليلة واحد آه يعني تسوق على ليلة واحد دي ممكن لكن تركل ماشي يعني لكن هل في التجميل ممكن يجي يوم في تجميل الأسنان ألاقي بقى مكان يعملي كل حاجة هو في روبوت دلوقتي بيشتغل بس لازم يشتغل بدكتور يعني هو بيشتغل شوفنا في آخر سنة في حاجات بتطلع ممكن يحط الزرع من خلال روبوت إنما لازم الدكتور أو طبيب يكون هو المتحكم فيه في البداية بالضبط كده في الآخر الروبوت دا ما بيعملش حاجة دا الروبوت دا أداة هو أداة بينفذ بينفذ وإيدك مسكة إنما الدماغ ميني اللي شغلت والإيد لا لا هو دلوقتي كمان هو كمان بيشتغل بيده يحط يد دلوقتي كمان الله يكرمه نحن خلاص هنرجع وراء بعد شوية بالتجميل بقى خلاص التكنولوجيا سارك وواق الأخيري بقى خلاص لغت دور الدكتور والخطة العلاجية هي ما لغتش دور الدكتور هي بالعكس التكنولوجيا دي أداة بتساعد الدكتور إنه يوصل لأفضل نتائج ممكنة إنما هي ما لغتش إحنا زي ما قلنا كده إن البلانينج والأجهزة دي بتساعد الدكتور إنه يدي المريض أحسن خدمة وأفضل نتائج إنما هي مش هتقدر تلغي الدكتور يعني دي حالة زي كده إحنا بنعمل بلانينج وبنعمل شكل السنان بعد لما بنعمل زراعة الأسنان هنلاقي الشكل نفس اللي احنا عملنا له ديزاين في نفس أماكن الزراعات اللي احنا اخترناها بكل حاجة يعني دي النتيجة بعد البتاع يعني ما تجيب صورة البلان لصورة النتيجة هتلاقي النتيجة بالزبط زي ما احنا الخطة العلاجية اللي انت تصورتها هي نفسها اللي انت نفذتها هي هي اللي احنا نفذناها فيوصل المريض لحاجة متوقعة يعني ده شكل السنان قبل مناعمل زراعة الأسنان قدنا مقاس هددنا أماكن الزراعات عملنا ديزاين بعد ما خلصنا النتيجة زي اللي مرسومة بالزبط فبالتالي إن المريض يوصل لنتيجة كويسة متوقحة ما يتوقعش حاجة أو يفكر إنه هيوصل لنتيجة عالية مثلا وما يوصل لهاش أو يوصل لنتيجة قليلة ويلاقي نتيجة كبيرة فالدراسة على الحالة والتشخيص مهم جدا والبلان مهم جدا نحنا نعمل بلان هيساعد كمان الدكتور إن نحط الزراعات في الأماكن السنان المزبوطة اللي تديني النتيجة كويسة فناخد وقتنا في التشخيص جدا وفي البلال جدا هنوصل للنتيجة كويسة والمريض هيكون شايف النتيجة قبل ما يعمل أي حاجة مهم دلوقتي مشكلة التكنولوجيا في أي حاجة إنك إنت في تكنولوجيا تحتاج إن فريق عمل كله يفهمها يعني يتعامل معها فإزاي التدريب مش بس للدكتور لفريق العمل ككل عشان يتعامل معه ميكروسكوب عشان يتعامل معه أشعة مقطعية الحقيقة إن الأشعة المقطعية لازم الطبيب يكون متمرس عليها جدا لازم ياخد دورة تأهلية للأشعة المقطعية إزاي يتعامل مع جهاز السيرك مثلا أو أخذ المقاسات لأنها ممكن ناخد مقاسات بصورة برضو مش كويسة يعني ناخد مقاس مثلا بعد زراعة الأسنان في بليدنج هو لازم يكون أعرف المعلومة أنه ما ينفعش ياخدها في بليدنج لناس ما ينفعش في وقت ما يكون في نزيف في نزيف في اللاسة ناخد مقاسات معينة إنما فريق العمل كله لازم يكون مدرب على استخدام الأجهزة دي عشان نوصل لنتيجة كويسة أو البلان اللي نحن هنمشي نوصل لي يعني هي الأدوات في الأول وفي الآخر الأجهزة أداة في إيد الدكتور لازم الدكتور يكون على تدريب كويس بيها ويدرائع كويسة بيها علشان يوصل لنتيجة ممتازة في الآخر هنا هنا في ده برضو خلينا بناس فهم إن كل خطوة من استخدام التكنولوجيا في حد بيقوم بيها الأشعة المقطعية دكتور أشعة بيشتغل وبيدرس الأشعة وبتدخل بعد كده لدكتور التشخيص يعمل تشخيص على الأشعة بعد كده في التركيبات الأجهزة نفس الكلام في التكنولوجيا الدكتور التركيبات هو اللي بيشتغل بيه الأدوات السيرك وخلافه بعد السيرك فيه مرحلة الجليزنج فني يعمل التركيبات كل واحد ليه دور بيقوم بيه علشان نوصل لنتيجة ممتازة في النهاية عالم طب الأسنان في كلمة المتابعة فيه لها قيمة كبيرة متابعة الحالة مش بس إن أنا أعمل الإجراء ده أنا كمان أتابع إن العين مبسوط إنه ما فيش كومبيليكيشن ما فيش أي حاجة حصلت بعد الزراع أو التجميل في الحقيقة الفلو أب حاجة مهمة جدا بعد زراعة الأسنان خصوصا هو المتابعة الفلو أب متابعة نحن نعمل الفلو أب بالمريض بعد زراعة الأسنان حاجة مهمة جدا أولا لازم نعمل إكس ري بعد زراعة الأسنان على الأقل كل سنة عشان نعرف مستوى العظم فين من الزراعة لازم نشوف المريض بيتعامل كويس مع التركيبات ولا لا لأن في الأول وفي الآخر هو فاقد أصلا أسنانه الطبيعية اللي فقد أسنانه الطبيعية أو كان مهمل في أسنانه الطبيعية بعد زراعة الأسنان احتمال كبير يكون مهمل برضو في المتابعة بتاعته وممكن يحصل له نفس المشاكل كد بتحصل يعني في الأول وفي الآخر احنا بنتعامل مع جسم إنسان فالجسم هيتعامل بالتأثيرات الخارجية يعني أنا عندي الحالة دي دي مثلا من سنة لما تابعناها بعد سنة الصورة لبعد سنة شوف حضرتك على الصورة دي دوران اللاسة حولي الزراعة في الفلو أب لما نيجي نصورها تاني في الفلو أب شوف دوران اللاسة بعد سنة عامل ازاي نجيب الصورة اللي بعدها بعد إذنك دوران اللاسة أصبح أحسن والبابلة ملت في أماكن زراعتية هي نفس الحالة بس إحنا مصورين هنا عن قرب شوية عشان نشوف اللاسة بعد سنة عامل ازاي ومضطرين نعمل X-ray كمان بعد سنة عشان نتطمن اللود أو الحملة على الزراعات كويس مش مسبب مشاكل تحت أو زيادة على العض أنا لو ما تبعتش مريض بعد الزراع أو بعد التجميل أو بعد أي إجراء بعمله في أسناني ممكن يحصل له مشكلة وهو مش عارب بيها ويتفاجأ بعد كده إن في مشكلة كبيرة ممكن تكون هايزبوت أو أي حاجة عالية في الكراون أو التركيبة مثلا تسبب لفشل الزراع بعد كده فإحنا مضطرين نعمل متابعات دورية عن دكتور الأسنان بعد زراعة خصوصا زراعة الفكب الكامل أنصح بها كل سنة على الزراعات التجميل على تنظيف الأسنان اللي سألت عنه البنت في أول أول سؤال في الحلقة نحنا نتابع خصوصا عندي تنظيف جير أو أي حاجة نتابع كل سنة على الأقل علشان لسا ما ترشلش لصورة مش كويسة نحنا نعمل متابعات دورية للأطفال في سن من 6 لـ 12 سنة علشان الأسنان ما تضطرش تعمل تقويم والتشخيص البدري في الأطفال مهم جدا نحنا نشخص الحالة بدري علشان نسهل تقويم الأسنان إذا كان يحتاج تقويم أو نعمله أي إجراء ممكن يمنع أن نحنا نعمل تقويم أسنان إذا كان سبيس منتينر أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن نشخصها بدري ونحلها بدري التكنولوجيا تعاملت إزاي مع اللسة اللسة مظلومة في عالم طب الأسنان التكنولوجيا خدمت اللسة في إيه والله في اللي في دماغي دلوقتي إن إحنا ممكن في حاجات في اللسة ممكن نحلها بالتكنولوجيا زي بالضبط الأشعة المقطعية يعني الأشعة المقطعية دي إحنا دلوقتي ممكن نعمل فيس سكانينج بالأشعة المقطعية الفيس سكانينج ده بيجيب صفتشو احنا كنا دايما متعودين ان الاشعة بتجيب عظم دلوقتي الاشعة المقطعية نفسها بقى فيها فيس سكانين يجيب الصفتشو مع الهارتشو يجيب الصفت الصفت ده عبارة عن الشفايف الدحكة اللاسة فالحاجات دي لو عندي مشكلة في اللاسة عندي مثلا جامي سمايل لاسة كبيرة فبقدر اقسها على الاشعة واشوف علاقة اللاسة بالعظم على الاشعة المقطعية ومن خلالها برضو بعمل حاجة زي السيرجيكا الجريد او دليل جراحي وقص اللاسة بطريقة علمية صحيحة او بطريقة جميلة من خلال الاشعة المقطعية كمان من التكنولوجيا الجديدة في اللاسة الليزر الصفت ديشو ليزر ممكن يحسن جدا ان احنا نقص اللاسة بالصفت ديشو والهيلنج بتاعه اسرع بكتير من التدخل الجراحي في الحالات اللي زي كده يعني اللاسة ودورانها ده بنقصه بالليزر دلوقتي بصورة سريعة والهيلنج البشاند بيشوف نتيجته هو واقف بعد خمس دقائق من القص اللاسة بالليزر واللاسة كمان ممكن نزبطها كبيجمنتيشن لو هي فيها لون نوردها نوردها بالليزر برضو ضيف العزيز الخيمة العلمية المتميزة والنجم اللامع في عالم طب الاسنان دكتور محمد سامح الحديدي اخصائي زراعة وتجميل الاسنان مش يستير زراعة الاسنان من جماعة القهيرة والمؤسس لمراكز رأيت انت الزراعة وتجميل الاسنان وعضو الجمعية العالمية العلمية لزراعة الاسنان باللوقتي المتحدة نورت وشرفت الدكتورك وابدعتك عادتك خليكو دائما بان دكتور